أمر المخلفين انقسم الناس في غزوة تبوك إلى أربعة أقسام مأمورين مأجورين كعلي بن أبي طالب ومحمد بن مسلمة وابن أم مكتوم رضي الله عنهم أجمعين معذورين وهم الضعفاء والمرضى عصات مذنبين كالثلاثة الذين خلفوا ملومين مذمومين وهم المنافقون فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاطعة كل من تخلف عن غزوة تبوك ممن لا عذر له فأعرض عنهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون جاء العراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون بأعذار واهية عن تخلفهم عن غزوة تبوك فعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ووكل سرائرهم إلى الله وأرجأ النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثلاثة من الصحابة الصادقين وهم كعب بن مالك هلال بن أمية مرارة بن الربيع رضي الله عنهم هؤلاء الصحابة الثلاثة اعترفوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن ليس لهم عذر بتخلفهم عن غزوة تبوك قال الله عن الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك وآخرين مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم